بسم الله الرحمن الرحيم ولم أكن بدعائك رب شقيات وإني خفت المغالي من ورائي وكانت رأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلعت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فقال جعل قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكاتا وعشيا يا يحيا قد الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبات حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتقلت من دورهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا أعطل ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمتسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبنت به مكانا قصيا فأجاءها المقاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني ندوت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مماركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبوعا بواهدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أن يتخذوا ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقتلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الوالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسات إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك طراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمست عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوا نويا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيات لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بفاة وعشيا تلك الجنة التي نورك من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها طليا وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يهعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا دا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفى بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا الصلاة الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتقذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتقذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر